علاقات وثيقة تجمع القاهرة والدوحة تتسم بالحرس المتبادل على تطويرها وتعزيزها والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون في مختلف المجالات زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة بناء على الدعوة المواجهة من الأمير تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر تحمل أهمية كبيرة خاصة وأنها الأولى من نوعها لرئيس السيسي إلى الدوحة وشهدت العلاقات بين البلدين مؤخراً دفعة قوية ومباحثات مكثفة متبادلة بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعاد سيما بعد قمة العلا العام الماضي كما حرس الأمير القطري تميم بن حمد على زيارة مصر لتأتي الزيارة الرئيس السيسي ممثلة مرحلة جديدة واعدة ومحطة مهمة في مسار العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الواعدة والمثمرة خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين والمصالح العليا للأمتين العربية والإسلامية وتعمل دولتان على دفع العلاقات قدماً إلى الأمام والتنصيق السياسي تجاه القضايا الإقليمية وخاصة تلك التي تمس العمل العربي المشترك وهو ما يعكسه الدور الذي تقوم به القاهرة لتنقية الأجواء العربية والحفاظ على السلم والأمن الإقليميين تطوير العلاقات المصرية القطرية يصب في مصلحة الجانبين ويعمل على تدعيم الاستقرار في المنطقة العربية واحتواء التأثيرات الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك تدعيات جأحة كورونا علاوة على إدراك ضرورة تهدئة وعدم جدوى الانخراط في الصراعات المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وتنطلق العلاقات المصرية القطرية من الإيمان الراسخ بوحدة الأهداف والمصير المشترك وأن كلا البلدين يشكلوا بعدا وثقلا استراتيجيا مهما لبعضهم البعض وتستند هذه العلاقات على أسس تاريخية وطيدة وأواصر صادقة تربط البلدين في العديد من المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اشتركوا في القناة